موسيقى القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة أعزائي المشاهدين اليوم معنا مجموعة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأمراض الأمراض اللي مزمنة دائما مع الإنسان مثل السكر والضغط وكذلك أمراض خبيثة فأيضا اليوم جمعناهم في هذا الجامع المبارك في هذه القاعة حتى نقدر نساعدهم نقدر نوقف وياهم وأيضا طبعا أكو ناس بحاجة إلى عمليات وبحاجة إلى من يقف معهم لأن ظروفهم صعبة وما عندهم القدرة على دفع جور العملية أو مراجعة الطبيب باختصاص يشخص مرضهم ويشخص العمليات فاليوم معنا مجموعة تقريبا أربعين حالة مرضية ومثل ما يشاهدون معاقين أطفال وأيضا بعض النساء بحاجة إلى عمليات أو بحاجة إلى مراجعة أطباء فبجهود الناس الطيبة الناس المؤمنة اللي دائما يقفون مع الفقير مع المحتاج مع المريض فاليوم حلقتنا هي راح تكون برعاية الناس الطيبة الناس المؤمنة الناس الذين دائما يحبون يعملون عمل خير في سبيل الله فحلقتنا برعاية الحاجة الطيبة عبدالخالق العلي من السعودية وأيضا أخونا أبو علي عائلة المرحومة دعاء السندي من السعودية أيضا تقولون صورة الفاتحة بثواب هاي الشابة دعاء اللي يوجد قبرها في مدينة كربلاء المقدسة وكذلك أخذنا الطيبة الحاجة ومعقيل أيضا من السعودية وعندنا الحاجة الطيبة أم فاطمة من مدينة الإمام الحسين كربلاء المقدسة منطقة الإطارات فجمعنا هذا المبلغ راح نوزع لهاي الأربعين عائلة إن شاء الله واللي يقدر يروح للطبيب خلي يروح واللي يراجع طبيب إن شاء الله يراجع طبيب واللي يشتري علاج إن شاء الله يقدر يشتري وأيضا لدينا ملابس من متبقية من بركات شهر شعبان شهر الخيري شهر الولادات المحمدية فمجموعة من الملابس أيضا راح نطي للمعاقين أيضا وأيضا نطي للأطفال التي عدتهم بعد أيضا راح نطيهم مجموعة من الملابس فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة بعد هذا الفاصل معا من أجل إسعاف المرضى ويعانة المحتاجين فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهد الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحالي وظنك العيش أعزائي المشاهدين عندنا بعد هذا الفاصل وراح نسمع بعض الويلات وبعض المعانات اللي تمر بها ولاء المرضى والمحتاجين فالآن معنا أختنا الطيبة السلام عليكم أختي السلام عليكم كيف الحال إن شاء الله بخير الله يسلامك الله شو أنيت الحمد لله أنت أم لأيتام أي كم طفل يتيم عندك؟ عدة ثلاثة الله يخليهم الله والدي جهة صار لم نتوفى زوجة إن شاء الله يرحمها شهر السادس ونتهي بها مرض خبيث لأصالها تتشر هم أيضا ابنية وفت؟ شبيها بها مرض خبيث؟ مرض خبيث نعم أنت شنو مشكلتش؟ شنو معاناتش؟ عدة عملية أنا عدة خمول نعم وغدد وقالوا نشيلهن بس أنا ما عدم كان يلا أن عديتها يعني إلا بفلوس يشيلوها مو تماما؟ نعم دكتور قد تتكلف هاي وآنا يعني دكتور قل روح يسوي تحاليل وهاي أنا ما عدي أم حسين أعزائي المشاهدين أم حسين أخذكم أم لأيتام وحتى فقدت وحده من بناتها بسبب العوز المالي يعني حتى بها مرض خبيث وما قدرت توفر المبلغ حتى تجرى عملية تجرى فحوصات وأيضا هي تعاني معانات كبيرة من المرض أكيد أنت تعبانة يضر النجمو وأيضا ما عدتها مبلغ وفقدت زوجها قبل سنة ونص تقريبا فليحب يساعدها يتصل علينا حتى هذه الأمرأة المسكينة تعمل عملية إن شاء الله وتدعي لكم دائما بالخير والصحة والتوفيق استريها مسيحة أشكر رحمة الله وعلي القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة أعزاء المشاهدين من حالة الحالة ومتواصلين وياكم وبرنامج القلوب الرحيمة السلام عليكم واختي عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله إن شاء الله صحة وسلامة رحمة الله وعندك أشكرك طيك العافية أشكرك أم أنت أنا أم زهرة أم زهرة شخيرت أم زهرة أنا عندي غدة سراطانية وشيلتها نعم وأهل الرحمة سويت للعملية نعم وشالت الكبسون شعاع اليود نعم ومحتاجها هسة ثانية هاي نعم ماذا قدي يكلف هذا المبلغ والله واشتراها الولد إلي أنا باثنين وربع مليونين وربع نعم وهسة ضل عليها بعد يعني حتى عندي وراء مبلعومي كل شي عندي يعني لها وقت محدد وخلص وما عنديش أي ما عندي استعداء أي ما عندي أي ما عندي أعزائي المشاهدين أخذكم أم زهرة أكو مادة كبسولة يشسمونها شعاع اليود شعاع اليود هاي سعرها مليون يعني وجورها تروح البغداد هاي هناك مدينة الطب يضربوها أو ترجع فليحب يساعد هاي المرأة المسكينة طبعا مو بس هي مريضة حتى أطفالها عندها ثلاثة أطفال مرضة أو لا حولها ولا قوة إلها فليحب يساعدها رأفة بأطفالها رأفة بالإنسانية بالرحمة وهذا طبعا إحنا مقبلين على شهر رمضان أيام معدودة فإن شاء الله لكم أجر عند الله اللي ينقذ له مريض اللي يساعد له فقير اللي فساعدوا هاي المسكينة هاي حتى تشتري يحتاج لها مليونين ونصع راقي مع أجور النقل إن شاء الله بزهراء يسمعوني شكرا بحمد الله شكرا للي أعمال عمل خير والله ماكو بسأله وإن شاء الله يطيل عافية والصحة والسلامة بجاه الحسين وهذا شهر الطاع العلياني رح يجي القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة السلام عليكم السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا هذه بنتك شبيهة عندها ضمور بالدماء ورايد لها علاج طبيعي وما عند مكانية حق علاج طبيعي وهو أبوها هم معاق وقاعد بلي يتلاعد نرات ولا شيء رأي دي لعلاج طبيعي قالوا شفاءها 80% العلاج الطبيعي ما عندي مكانية وديها علاج طبيعي شاسم هي اسمها جنات أعزائي المشاهدين شو بها الطفلة المسكينة على مبالغ بسيطة طبعا علاج طبيعي اللي يحب يساعدها يخدمنا العون ومساعدة اثنية ثلاثة تبرعوا عينونا هاي الناس اللي يحتاج عملية كل واحد خمسمية كل واحد مئتين وخمسين أربعا مليون وساعدوا هاي الناس المساكين ساعدوهم حتى يرحون يتعالجون يشترون علاج يشترون الكبس ولتشعاع فإن شاء الله خير وبركي يا قيام جنات أعزائي المشاهدين سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية على الناس اليوم المتواجدين معاي وإن شاء الله يساعد كل من يساعد لمريض وفقير ومحتاج فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة نعم إنها تجارة مع الله صنعتها أياد بيضاء قال قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ وقضى الله بها مئة حاجة في إحداهن الجنة والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال الإمام الصادق عليه السلام ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة وقال الإمام الحسين عليه السلام اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تمل النعم فتتحول إلى غيركم ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كربة الدنيا والآخرة عزائل عزائل المشاهدين شاهدتوا عملية توزيع المبالغ البالية وكذلك الملابس على المرضى والمعاقين اليوم متواجدين معنا في هذا الجامع المبارك شكرنا وتقديرنا إلى خادم الإمام الحسين وخادم الجامع الحاجة أبو سيف الله يطيس صحة والعافية اللي دائما يسعى ويفتاح بباب الجامع لاستقبال العوائل المرضى تحية احتزاز وتقدير إلى كل من ساهم معنا في حلقات برنامج القلوب الرحيم وبالأخص حلقة هذا اليوم اللي هي كانت برعاية الحاج عبدالخالق العلي من السعودية وعائلة المرحومة دعاء السندي أيضا من السعودية تقرون صورة الفاتحة ابثواب المرحومة دعاء وشكرنا وتقديرنا إلى الحاج أم عقيل أيضا من السعودية وإلى الحاج أم فاطمة من مدينة كربلا مدينة الحسين منطقة الإطارات تدعو لهم بالخير والصحة والتوفيق وكذلك تمنياتنا للمرضى الموجودين معنا إن شاء الله بالشفاء العاجل وأن الله إن شاء الله يمن عليهم بالصحة والخير والبركة شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا في حلقات برنامج القلوب الرحيم ونتمنى إن شاء الله المزيد وأيضا نتمنى العطاء يكون أكثر وأكثر أعزائي المشاهدين أيام معدودة جدا ونستقبل الشهر الفضيل شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك نتمنى المساهمة جادة في مشروع إفطار صايم حيث يقدم برنامج القلوب الرحيم سلة رمضانية متكاملة للعوائل الفقيرة والمحتاجة في جميع أنحاء العراق نتمنى لكم الخير والتوفيق إن شاء الله والله يدوم عليكم إن شاء الله هذا الشهر الفضيل إن شاء الله ببركة دعاءكم إن شاء الله أجيل ظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف إلى أن نتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة قبل لا ننهي البرنامج أكو أرقام راح تظهر على الشاشة فهذه الأرقام مخصصة للمساهمات والتبرعات إلى برنامج القلوب الرحيمة في أمان الله قلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00-964-780-100-1912 أو على الرقم التالي 00-964-770-57-666-46 أو عن طريق الواتس أب على الرقم التالي 00-964-780-100-1912 00-964-780-500-525 ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info.at.almahdi.tv موسيقى اشتركوا في القناة